اشتركوا في القناة الشوط الثالث وهو الشوط الخاصة بالحجائج البكار مسافتنا المعتادة والمقررة هي الاربع كيلو مترات نسير مشاهدين متابعين الكرام بالصدارة نتابع بداية هذا الشوط وارهني اللقادة المجموعة ننطلق مع زاهية لناصر بن محمد بن قران المنصوري ننطلق مع المركز الثالي وارهني ليالي مع المركز الثالي لحمد بسئب منانا من يتابع المركز الثالي ومع المركز الثالث علما بأن جائزة هذا الشوط سيارة للمركز الأول مقدمة من علي بن هزيم أهلم سافر إلى جزيل الشكر والاحترام أيضا محياة هذه الرياضة ومع هذا الدعم لهذا المهرجان المركز الثالث القدوم الشاهنية لراشة بسالة بن عبيد الاكتبئة ومع المركز الرابع المركز الرابع رهني امتحان تنطلق مع المركز الرابع لسهيل بن محمد بن حطم العامري وخامس التحديات نعود مع جلمودة لمحمد بسهيل بن حفيظ المزروع هذه النتيجة مشاهدين متابعين الكرام للخمس المراكز الأولى المتقدمة والمندفعة بناموس هذا الشوط ولكن بنعود مع الصدارة نتابع نتابع البداية وزاهيمة تقود المجموعة زاهيمة تسيطر كل السيطرة على مجريات هذا الشوط بهذا الشعار شعار ناصر بن محمد بن قران المنصوري ولكن أرهني ليالي مع المركز الثاني أحمد بن سعيد بن منانا وأره تسلل أره تسلل من الشاهنية راشب بن سالم بن عبيد بن عيد الكنبي اللي ينطلق أيضا مع التحديات المثيرة والقدوم من جلمودة لمحمد بن سهيل بن حفيظ المزروعي وخمع المركز الخامس المركز الخامس التحديات لامتحان لسهيل بن محمد بالحطم العامري التحديات رائعة الانطلاقات مثيرة مع هذه الكوكبة الخماسية الماسية اللي تنطلق على أرضية هذا الميدان يا سلام وزاهي على رأس الحرب يا الرشوط يا الرشوط ترجمة نانسي قنقر